ترأس سعادة السيد هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمنذوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ترأس وفد مملكة البحرين في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري في دورته العادية والذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وأقرر المجلس محور أعمال الدورة حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبرنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية قرر دعم طالب دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كما استعرض المجلس التقدم في استكمال التقرير الاقتصادي العربي الموحد والخطاب العربي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين ومستجدات التعاون العربي الدولي مرحبا بإصدار تقرير تعزيز التمويل المستدام والتمويل المناخي في المنطقة العربية وبإنشاء المركز الإقريمي للتمويل المستدام بجمهورية مصر العربية ترجمة نانسي قنقر